موسيقى الحصد من قناة الغد بالقاهرة أهلا بكم ونبدأ بالعنوي دول غربية تطلب تمديد عمليات الإجلاء من أفغانستان وواشنطن وطالبان تتمسكان برحيل القوات الأمريكية في موعدها روسيا تعلن قرب التعاقد مع تركيا لإبرامي صفقة شراء جديدة لمنظومة S-400 عملية عراقية لملاحقة فلول داعي الشمالي بغداد هي الثانية خلال أقل من أسبوعين فلسطين تدخل الموجة الرابع لفيروس كورونا وتسجيل أول إصابة بسلالة دلتا في قطاع غزة مع اقتراب الموعد النهائي لانسحاب جميع القوات الأمريكية من أفغانستان أعاد الرئيس الأمريكي جو بايدن التمسك بالموعد النهائي للانسحاب ومدافعا عن قرار بعدم الإبقاء أكثر حركة طالبانية الأخرى أعلنت رفضها أي دعوات لتمديد مهلة بقاء القوات الأمريكية لما بعد الحادي والثلاثين من أغسطس ومحدرة من عواقب وخيمة حالى حدوث ذلك اختلاف في المواقف واتفاق على الانسحاب هذا هو الحال بين واشنطن وحركة طالبان حيث يتمسك كل جانب بضرورة إنهاء انسحاب جميع القوات الأمريكية في الموعد المحدد سلفا بحلول الحادي والثلاثين من أغسطس الجاري وبينما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن بشكل واضح إن خططه بشأن إنهاء سحب قواته في الموعد المحدد لا تزال قائمة حذرت حركة طالبان من مغبة البقاء يوما واحدا بعد الموعد المحدد وإلا سيكون هناك عواقب وخيمة البيت الأبيض أرجع التمسك بقرار الانسحاب في الموعد لانتفاء الغرض من تواجد هذه القوات بعد تحييد الجماعات الإرهابية في أفغانستان التي لم تعد تعتبرها تشكل خطرا على الأمن القومي الأمريكي فضلا عن تصريحات بايدن بأنه لا يمكن لواشنطن أن تخوض حربا رفض النظام السياسي السابق خوضها أما طالبان فتصر على انسحاب القوات الأجنبية في الموعد حتى تنفارد بالسلطة السياسيا وعسكريا وحتى لا تشكل هذه القوات ورقة ضغط على قرارات النظام السياسي الجديد فضلا عن تصويق طالبان لهذا الانسحاب باعتباره نصرا عسكريا في حرب استمرت عشرين عاما ولا يمكن التراجع عنه ويواجه اتفاق طالبان وواشنطن على انسحاب في الموعد تحديات دبلوماسية اذ تمارس بعض دول الغرب ضغوطا على الولايات المتحدة لتمديد مهلة الانسحاب إلى حين انهاء عمليات الإجلاء وهو أمر يتهرب منه ساسة البيت الأبيض ويتحفز ضده مسلح كابل أكد مستشار الأمن القويت جاك سوليفون أن واشنطن قادرة على إجلاء جميع الأمريكيين من أفغانستان بحلول نهاية الشهر الجاري كما أكد سوليفون أن الولايات المتحدة تتواصل وتتشاور مع حركة طالبان بخصوص كل ما يحدث في كابول عبر قنوات سياسية وأمنية وشدد على أن بلاده قادرة على التعامل مع أي هجوم إرهابي سواء من أفغانستان أو من أي مكان آخر أعلن وزير الدفاع البريطاني أن بلاده ستطلب من الولايات المتحدة خلال قمة السبع الافتراضية مواصلة عمليات الإجلاء من كابول بعد انتهاء مهلة الانسحاب في الحادي والثلاثين من أغسطس واشدد وزير الدفاع البريطاني على أن عمليات الإجلاء التي تجريها المملكة المتحدة تنتهي مع انتهاء الانسحاب الأمريكي داعياً لاستغلال كل دقيقة لإخراج الرعاية من أفغانستان من جاتي طلب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريا بتمديد عمليات الإجلاء من أفغانستان لما بعد الحادي والثلاثين من أغسطس واشدد لودريا على أن هناك حاجة إلى وقت إضافي لإكمال العمليات الحالية تصريحة لودريا جاءت عقب وصوله ووزيرة الجيوش الفرنسية إلى أبو ضبي حيث يتابعان عمليات إجلاء اللاجئين الأفغان قبل أن يتجه اللاجئون إلى دول أخرى هذا وعربت فرنسا عن شكرية لدولة الإمارات العربية المتحدة للتسهيلات التي قدمتها في إجلاء الدبلوماسيين والرعاية الفرنسيين من أفغانستان بجانب مواطن العديد من الدول الصديقة وتوفير العبور الآمن لهم جاء ذلك خلال استقبال الشيخ محمد بن زايد النهيان ولي عهد أبو ضبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وزيري الخارجية والدفاع الفرنسيين واشار الشيخ محمد بن زايد إلى أن التعامل مع الجانب الإنساني لتداعيات الأحداث في أفغانستان يتطلب التكاتف والتضامن وهو ضمن رسالة الإمارات ينضم إلينا ضيفان عبر ستايد من واشنطن قادم الوائلي الباحث في الشؤون الاستراتيجية ومن كبول نصير أحمد طاهري الكاتب والباحث السياسي أبدأ معك سيد قادم إلى أي مدى الضغوط الغربية يمكن أن تؤثر على الولايات المتحدة في مد البقاء في أفغانستان خير أحمد ومسأل خير على نصير المسألة هي الآن الضغط سيأتي من كندا ومن بريطانيا وحتى من فرنسا وأعتقد الولايات المتحدة وبالذات جو بايدن يستمع إلى رئيسي وزراء كندا وبريطانيا حول التمديد وهذا ما يريدوه وحتى جاك سوليفان مستشار أمن القومي اليوم قال قال لا يوجد انتهاء صلاحية إلى هذا اليوم يعني يستطيعون التمديد أما قائد قوات النقل التابع إلى وزارة التفاعل في التاغون الجنرل ستيفن لين قال إذا أرادونا أن نتوقف ونوقف عمليات النقل سنتوقف لأنها نحتاج إلى أرادة سياسية إذن هذه تحتاج إلى أرادة سياسية وأنا أعتقد ستنجح كندا وبريطانيا بالضغط على جو بايدن لتمديد أيام هذه لأن هذه العملية الآن ليست قتالية تسمى Non-Combatant Evacuation Mission يعني عمليات أخلاق غير قتالية إذن حتى الاسم تغير وهناك من الآن هناك بعض الوسطاء من يريدو أن يقنعوا طالبان بأنه تتكون لينة تجاه هذا التاريخ نعم أدب إلى كابول سيد نصير لماذا الإصرار من طالبان على أن الحادي والثلاثين هو الموعد النهائي لخروج القوات الأمريكية طبعا تحياتي لكم وللضيف الكريم من واشنطن وللمشاهدين الأعزاء لا شك أن طالبان ومن خلال الاتفاقية التي وقعتها في قطر من أهم خطوطها العريضة هو الانسحاب الأمريكي من أفغانستان بنهاية الشهر الجاري وهذا ما تصر عليه حركة طالبان وأيضا التغييرات التي جاءت على سياسات أفغانستان ودخول مفاوضات بين الأفغاني الأفغاني كل هذا في ظل عدم ارتياح الجهات الموجودة في أفغانستان خاصة حركة طالبان لا يريدون الوجود الأمريكي حتى يعلنوا استقلالهم بخروج الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي الجلوس بأريحية مع الأطياف السياسية للوصول إلى نتيجة ووقف إطلاق النار وأيضا تشكيل حكومة انتقالية وأيضا مل فراغ السلطة الموجودة لكن على العكس نرى الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية تقوم بتقديم الأعذار بمشكلة أو فوضى مطار كابل مع أنها ليست مشكلة كبيرة بل أعتقد أنهم قاموا بعرض هذه المسرحية ربما لأهداف أخرى حتى يتم إخراج جميع الموظفين أو اللاجئين كما يدعون فاعتقادي أن هذه المجموعات سيد نصير ما المقصود بمسرحية؟ طبعا هناك شكوك بأن المواطنين المتواجدين في مطار أو في حريم ومحوط مطار كابل يعني لا يشكلون أي خطر وتهديد من الممكن يعني إجلاؤهم طبعا قبل أيام كانت هناك طائرات أمريكية نقلت موظفيها بالطائرات المروحية إلى المطار وأيضا كان هناك حسب أنباء توصيل أو موظفين عبر سيارات مدرعة إلى داخل طيب إلى أن تعود إلينا نذهب إلى واشنطن مرة أخرى سيد كاظم مستشار الأمن القومي أكد أنه يمكن إخراج جميع الأمريكيين بحلول الحادي والثلاثين من أغسطس هل ستتخلى الولايات المتحدة بعد الحادي والثلاثين بعد إخراج الأمريكيين عن بقية المتعاملين والمترجمين والمتعاونين نعم هو طبعا هذا السؤال يتوجه إلى الإدارة الأمريكية مباشرة وليس إلى مواطن مثل أنا ولكن أنا أعتقد كيف يفهم هذا التصريح نعم أنا لا أعتقد أنهم يتخلون على المتواجدين في المطار ولكن إذا كان هناك مترجم من عمل معهم والآن هو في أقصى الشمال في قندز أو في مزار شريف أو في أقصى الجنوب في قندهار أو في هيرات أو هلمت أعتقد من الصعوبة الوصول إليه ولكن المواطن الأمريكان الآن هناك مشكلة أيضا أحمد لأنه المواطن الأمريكي كلما يسافر يعني لا يحتم عليه ليس إجباريا ولكن يطلب منه أن يسجل اسمه في سفارة الدولة في سفارة أمريكا في الدولة المتواجد فيها الكثير من الأمريكان كانوا يعملون مع شركات غير أمريكية شركات بناء أو شركات سلاحة أو أي شيء ولا لم يسجلوا أسماءهم مع السفارة المتواجد ولا يعرفوا أين مكانهم حتى يذهبوا لإخلاقهم ولكن هو جيك سيلفين قال أن المواطن الأمريكي هو البرايوريتي يعني هو له الأحقية بالإجلاء طيب جميع الدول التي شاركت الولايات المتحدة في هذه الحرب ذهبت من أجل الولايات المتحدة الآن الولايات المتحدة تخرج رعاياها هو تؤكد أنه يمكن أن يتم في الموعد المحدد أما بقية الدول التي ذهبت من أجل الولايات المتحدة يبدو أنها لا تستطيع أن تلتزم بهذا الموعد هل ستتركهم الولايات المتحدة؟ لا أعتقد أن تتركهم ولذلك غدا أو بعد غد قمة السبعة هي سيتباحثون بهذا الشأن وهذا الموعد نحن نعرف هناك تنسيق بين القوات الخاصة البريطانية وفرقة 82 الأمريكية المتواجدة في مطار كابل وكذلك هناك تنسيق مع الفرنسيين ومع الألمان الذين الآن يجلون رعاياهم من مطار كابل إلى دولهم الأصلية إذن أعتقد الأمريكان لا يستطيعون أن يتركوا حلفاءهم لأنهم أيضا يعتمدون على حلفاءهم من مسألة التوسط بينهم وبين طالبان نعم شكرا أسد قادم الوائلية الباحث في شؤون الاستراتيجية كنت معنا من واشنطن الشكر موصول للسيد نصير أحمد طهري كاتب وباحث يسكن معنا من كابول رجح مراقبون أن تستخدم تركيا ورقة التهديد بفتح الحدود أمام المهاجرين واللاجئين الأفغان مرة أخرى كما فعلت في أوقات سابقة يأتي هذا بالتزامن مع ازدياد التوتر في الداخل التركي بسبب ملف اللاجئين والمهاجرين الأفغان والانتقادات الحد من المعارضة التركية للجهات الرسمية بسبب هذا الملف صوب الحدود التركية الغربية مع اليونان تتجه أنظار المراقبين الأتراك عند الحديث عن الاحتمالات أمام أنقرة لمواجهة معضلة اللاجئين الأفغان مع تزايد الضغوط في الداخل التركي بسبب هذا الملف قد تتجه أنقرة فعلا لفتح الحدود مرة أخرى مع الاتحاد الأوروبي أمام اللاجئين والمهاجرين كما حدث في مرات سابقة من أجل التأكيد للدول الغربية أن هذه المشكلة ليست مشكلة تركيا وحدها وأنها لا تقبل بأن تكون مركزا لتجميع المهاجرين وتقول المعارضة أنه يجب التنسيق الكامل مع الاتحاد الأوروبي والدول الإسلامية لإيجاد حل جذري لمشكلة الهجرة وهي في ذات الوقت تتهم الجهات الرسمية التركية بتنفيذ اتفاقيات سرية بهذا الخصوص الخارجية التركية أصدرت بيانا أكدت فيه عدم صحة الأنباء التي تحدثت عن اتفاقيات تقضي بإنشاء مراكز استقبال للاجئين الأفغان وأعلنت بأنه حتى لو طلب منها ذلك فإنها لا تستطيع قبوله ونحو الحدود التركية الشرقية مع إيران تركز المعارضة التركية أنظارها وهي التي تتهم الجهات الرسمية بأنها تسهل دخول المهاجرين الأفغان أو تتغاضى عن دخولهم منها إلى الأراضي التركية يجب أن نركز على إزالة الأسباب التي تؤدي إلى الهجرة داخل بلاد اللاجئين لا نقبل بجعل تركيا مركزا للمهاجرين ونستغرب التساهل في سماح لهم بدخول أراضينا ويجب التركيز على إعادتهم إلى بلدانهم وما بين الحدود الشرقية والغربية لتركيا تعيش مناطق الأناضول توترا متصاعدا بسبب ملف اللاجئين وهم الفئة التي باتت أطراف تركية كثيرة تحملها مسؤولية المشكلات الاقتصادية والأمنية التي تواجه تركيا على مصبحات الغد إسطنبول بوادر أزمة دبلوماسية تلوح في الأثق بين واشنطن وأنقرة عقب إعلان مسؤول روسي قرب توقيع عقد توريد دفعة ثانية من منظومة S-400 مع تركيا كانت أنقرة قد استلمت الدفعة الأولى من المنظومة الروسية عام 2019 ما تسبب في أزمة سياسية مع واشنطن ودول حلف الناتو التي ترى أن استخدام تكنولوجيا تسليح روسية أمر يهدد الدول الأعضاء فيما قد ينذر باستئناف المعركة الدبلوماسية بين واشنطن وأنقرة أعلن مسؤول روسي قرب توقيع عقد جديد بين روسيا وتركيا لتوريد منظومة دفاع صاروخي أخرى من S-400 وبحسب تصريحات أليكساندر ميخيف مدير عام شركة روس أوبورن إكسبورت التي تدير معظم صدرات الأسلحة الروسية فإن المشاورات مستمرة في مراحلها النهائية وتوقيع العقد بات وشيكا وسبق أن أعلن وزير الخارجية التركي مولود شاوش أغلو نهاية أبريل الماضي أن الجانب التركي يواصل المشاورات مع روسيا حول شراء فوج ثاني من منظومة S-400 الخارجية الروسية بدورها أشادت بالشراكة الروسية التركية وخاصة للتعاون العسكري مشيرة إلى القدرة على توريد مجموعة جديدة من المنظومة الدفاعية مرة أخرى وكانت الخارجية الأمريكية أعلنت نهاية الشهر الماضي أن واشنطن ستبقي على عقوباتها المفروضة على أنقرة وستفرض عقوبات أخرى عليها حال استمرار شراء الأسلحة الروسية وتتمتع منظومة S-400 التي صممتها وصنعتها شركة ألماز أنتي الروسية لصناعة منظومات الدفاع الجوي بقدرة على تدمير أهداف على مسافة تصل إلى 400 كيلو متر وارتفاع نحو 30 كيلو مترا وسبق أن توترت العلاقات بصورة حادة بين أنقرة من جانب وواشنطن ودول النيتو من جانب آخر عقب توقيع تركيا عقد شراء منظومة S-400 الدفاعية عام 2017 وتوريدها عام 2019 وما نتج عن ذلك من إبعاد تركيا من برنامج تطوير طائرات F-35 القتالية الأمريكية وترى واشنطن والغرب أنه من غير الجائز أن تقدم دولة عضو في حلف النيتو على شراء منظومة تسليح الروسية يمكن أن تستخدم لتهديد دول الحلف ينضم إلينا ضيفنا عبر أسكاد من واشنطن باسم أبو سمية الكاتب والباحث السياسي ومن أنقرة بركات قرأة الكاتب والمحلل السياسي أبدأ من أنقرة سيد بركات لماذا جاء الإعلان هذه المرة عن الدفعة الثانية من موسكو ولم تتحدث عنه أنقرة نساء الخير بداية بالحقيقة هذه الأمر الآن أتى من روسيا أنا بتقديري بسبب المناخ العالمي والإقليمي الآن الذي يتعلق في أفغانستان وفي الدول الأخرى في هذه السياق لأنه الأس أربعمائي معروف بأنه سابقا الذي حصلت عليه تركيا هو أصلا شبه معطل الآن وطبعا لازل هذه الملف عالق بين أمريكا وبين تركيا لكن الرأي العام الإقليمي والتركي والمعارضة التركية الآن تتهم السلطات لحزب العدالي والتنمية باتفاقيات جديدة مع أمريكا حول اللاجئين وحول يعني تقوم حملة كبيرة ومن جانب آخر بأنه الحركات الإسلامية بشكل عام الآن بالحقيقة هي في صعود بسبب تركيع أمريكا أو انسحاب أمريكا من أفغانستان لذلك أنا في تقديري هذه الفرصة الآن تتيح فرصة لتركيا لقيام بحملة جديدة وتصعيد ضد أمريكا لاكتساب الرأي العام التركي الداخلي أكثر من الخارجي وأن تحصل على ورق التفاوض مرة أخرى مع أمريكا هي بحاجة الآن بحاجة كبيرة جدا للتفاوض مع أمريكا لأنه كثير من الملفات لازلت غامضة ولم تحل من هذا المنطلق هذه الفرصة إذا استطاعت أن تمرر الآن هذه الصفقة ستكسب السلطات التركية أمام المعارضة داخليا وأمام الأقليم الدول مثل يونان وحتى أوروبا على ورقة جديدة أيضا للتفاوض حول اللاجئين كان وحول مستقبل العلاقات مع الغرب بشكل عام لأنه هذه الأمور لازلت بالحقيقة غير معروفة وبالحقيقة هي بضباب كبير جدا بعلاقتها مع الغرب ومع أمريكا طيب ندب إلى واشنطن سيد باسم هل يمكن لواشنطن أن تتغاضى عن ملف الصواريخ هذه المرة في مقابل ملفات أخرى ومن أهمها اللاجئون يعني تحياتي أولا طالما شكل نظام صواريخ أس أربعمية يعني ورطة لأردوغان سواء لدى الولايات المتحدة أو عند موسكو في بداية الاتفاق وكلنا نذكر أنه من أجل إرضاء أردوغان عرضت تركيا تنازل كبير في هذا المجال مثل تقنين استخدام هذه المنظومة إلا في الحالات الطرئة والضرورات القصوى معروف أنه العلاقات الأمريكية التركية في تجاذب مستمر طارة تقترب وطارة تبتعد في مجالات هنا ومجالات أخرى ولكن موقف إدارة بايدون يركز على أنه المصلحة الوطنية المصلحة القومية للولايات المتحدة هي الأهم وهي في الصدارة وهي في الرقم الأول في اهتماماتها وهي تعتبر أن علاقة تركية مع روسيا قد تضر بأمن الإقليم وأمن حتى حلب شمال الأطلسي التي هي تركيا عضو فيه كما هي الولايات المتحدة وكلنا نعرف أنه العلاقة هنا ربما تدل أو إقدام تركية على شراء هذه المنظومة التي تشكل تهديدا أمني لحلف شمال الأطلسي وكذلك للولايات المتحدة والعلاقات الأمريكية التركية هناك دليل على وجود ربما علاقات مضطربة بين تركيا من جهة والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي من جهة أخرى سيد بركات إلى متى ستبقى أنقرة تلعب ورقة اللاجئين بالحقيقة طالما الغرب يساوم على هذه الورقة وستبقى تركيا تستخدم هذه الورقة وتتابع سياساتها السابقة المعروفة اتجاه كما ضد ضد أوروبا بشكل عام مسألة اللاجئين يعني قضية كبيرة أصبحت فعلا تهم جميع الأحزاب والمعارضة في تركيا ومن جانب آخر طبعا هي تهم أوروبا لكن أوروبا دائما كانت تستخدم معيارين بالحقيقة في هذه الخصوص وكانت تدفع لتركيا الآن مسألة ورقة الأفغان أيضا تركيا بدت تلعب بها لكن واجهت معارضة شديدة من الداخل لأن هذه الورقة أصبحت هي لها أبعاد بالحقيقة إديولوجية ولها أبعاد أيضا يعني إسلامية راديقالية من هذه الناحية تركيا السلطات الحزب العدالي والتنمية الآن صحيح ستحاول أن تستخدم هذه الورقة أيضا ضد الغرب بشكل عام لكن لها مأزق كبير جدا داخليا لذلك الآن هي أمام مخاطر كبيرة في هذه الخصوص ومن الصعب أن الآن تفاوض الغرب كما فاوضت على السوريين واستخدمت هذه الورقة ضد الغرب بشكل عام لكن مسئلة مسئلة تركية وتفاوضها الآن مع الطالبان أيضا سيلعب دور كبير في مستقبل هذه الورقة سيد باسم في الصفقة الأولى تم فرض عقوبات من جانب واشنطن متعلقة بالطائرات F-35 ولكن يبدو أن هذه العقوبات لم يكن لها التأثير بدليل أن أنقرة اتجهت إلى صفقة أخرى أو إلى دفعة أخرى من هذه الصواريخ هل من الوالد أيضا أن تتجه واشنطن أو تسير في نفس الاتجاه وفرض العقوبات بالفعل رغم أن التركية لم تكترث بالعقوبات التي فرض سابقا إلى أن الولايات قبل يوم أو يومين أنها ستواصل فرض هذه العقوبات وستفرض المزيد من العقوبات على تركيا إذا ما مضت قدما في توقيع اتفاق S-400 الذي تعتبره هاجس أمني كبير على الولايات المتحدة وعلى حلفائها سواء في الإقليم أو في الاتحاد الأوروبي ويبدو كما قال ضيفك أن انسحاب الولايات المتحدة بهذا الشكل الفوضوي من أفغانستان هو الذي شجع تركيا على أن تأخذ هذا الموقف باتجاه روسيا ورغم معرفتها بأنه سيضر بالعلاقات الأمريكية ولكن يبدو أن العقوبات التي فرض سابقا لم تكن كافية كما تراها تركيا نفسها ولكن هناك أيضا تفكير لدى الولايات المتحدة بمواصلة هذه العقوبات وربما فرض المزيد منها حتى يمكن أن تجبر تركيا على إلغاء الاتفاق ولكن كما يبدو مما يعلن أن تركيا سوف تستغل الضعف الأمريكي في الإقليم سواء في منطقة روسيا أو أفغانستان أو باكستان أو دول الجوار لتركيا لمتابعة الاهتمام بمصالحها الداخلية والإقليمية سيد بركات في الصفقة الأولى أنقرة أكدت أنها ستسير في الصفقة ولكن لم تفعل هذه المنظومة للصواريخ إذن لماذا تذهب إلى صفقة أخرى ودفعة أخرى من هذه الصواريخ والله أنا بتقديري هذا شنتاج تعمله تركيا الآن وليست إطلاقا بتقديري لا يمكن أن تستخدم هذا السواريخ رغم أمريكا ورغم معارض حلف الناتو إطلاقا وحتى ممكن أن تحصل على هذه الصفقة لحتى الآن طبعا لم يبين موقف أمريكا تمامك لكن نعرف من الصفقة الأولى سيكون هناك مزيد من العقوبات على تركيا والضغوطات أكيد ستكون من حلف الناتو ومن الغرب بشكل عام لكن تركيا تستخدم هذه الورقة معادات لأمريكا بسبب الوضعها الداخلي لتجاوز هذه المعارضة في مسألة في قضية أمريكا بالذات هاي من جهة ومن جهة أخرى حتى لو حصلت على هذه الصفقة لا أعتقد استخدام هذه وتفعيل هذه الصواريخ إطلاقا بحكم وجودها في حلف الناتو وفي علاقتها مع أمريكا وبحاجة هي لا زالت بحاجة اقتصاديا وعسكريا ومن جميع النواحي لهذه العلاقات لذلك هو يعتبر شنتاج واستفزاز لأمريكا والغرب لحصول على المزيد من التنازلات بالحقيقة في بحر الأبيض المتوسط وفي علاقات مع اليونان في شرق المتوسط ومن جهة أخرى طبعا في مسألة اللاجئين لذلك هذه تعتبر هذه صفقة عابرة وسيبين نتائجها وتداعياتها بعد فترة قريبة بتقديري بشكل واضح شكرا السيد بركة الكاتب والمحل السياسي كنت معنا من أنقرة والشكر موصول السيد باسم أبو سمية الكاتب والباحث السياسي كنت معنا من واشنطن شكرا لكم عصاد اليوم مستمر معكم من قناة الغد وتشاهدون بعد الفاصل تقرير جديد لهيومن رايتس ووتش يتهم إسرائيل بانتهاك قوانين الحرب الدولية في غزة أهلا بكم من جديد في الحصاد وهذا تذكير بأهم العنوية دول غربية تطلب تمديد عمليات الإجلاء من أفغانستان وواشنطن وطالبان تتمسكان برحيل القوات الأمريكية في موعدها روسيا تعلن قرب التعاقد مع تركيا لإبرامي صفقة شراء جديدة لمنظومة اس 400 عملية عراقية لملاحقة فلول داعي الشمالي بغداد هي الثانية خلال أقل من أسبوعين فلسطين تدخل الموجة الرابعة لفيروس كورونا وتسجيل أول إصابة بسلالة دلتا في قطاع غزة أعلن رئيس الوزراء العرقي مصطفى القادم إطلاق عملية عسكرية في قضاء الترمية شمالي العاصمة بغداد وأكد القادم أن القضاء على ظاهرة الإرهاب يحتاج إلى التعاون بين الدولة والمواطن وتعد تلك العملية هي الثانية التي يطلقها الجيش العرقي خلال عشرة أيام لملاحقة خلايا داعش النائمة في عملية هي الثانية من نوعها خلال عشرة أيام أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى القادم إطلاق عملية عسكرية في قضاء الطارمية شمالي بغداد وأكد القادمي خلال زيارة إلى منطقة الطارمية بالزي الرسمي العسكري أكد أن مكافحة الإرهاب مسئولية جماعية والقضاء على هذه الظاهرة يحتاج إلى التعاون بين الدولة والمواطن وأشر القادمي إلى أنه لن يكون للإرهاب أي حاضرة في العراق ولن يتم السماح باستهداف الأجهزة الأمنية والبلاد مقبلة على انتخابات أنه جماعات إرهابية بدأت تنشط في مس كرامة المواطن مرة تفجير أبراج ومرة محاولات تحتلاء على الأجهزة الأمنية وإحنا عرب وإنت وشوخنا وعزتنا وكرامتنا وتعرفون العربي ما يقبل منطقته يصير خدش يمن يدخل ضيف يمن يجي أحد يحميه المطلوب نتعاون لحماية المنطقة وأطالب الكاظمي بضرورة إعادة الخطط الأمنية المتبعة لمواجهة خلايا داعش موجها بتعزيز قوات إضافية في الطارمية سوف نبدأ بعمية كبيرة نضيف الطارمية من كل موضع قدم لأي ارهاب ويعد قضاء الطارمية أحد الأقضية الستة التي تحيط بالعاصمة العراقية وتسمى حزام بغداد وشهدت منطقة الطارمية قبل يومين هجوما لداعش على مقر للحجد الشعبي مما أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى من عناصر الحجد وكانت القوات العراقية أطلقت في الرابع عشر من أغسطس الجاري عملية عسكرية ضد بقايا تنظيم داعش الإرهابي شمالي العاصمة وشاركت في العملية قيادة عمليات بغداد وساندتها القوات الجوية وطيران التحالف الدولي لمحاربة داعش بالإضافة إلى عناصر الشرطة الخاصة والشرطة الاتحادية وتأتي العمليتان العسكريتان في خضم تزايد الهجمات التي تطال أبراج الكهرباء في العراق من شماله إلى جنوبه ينضم إلينا من بغداد فلاحة الباحث في الشؤون السياسية سيد فلاحة كثرت العمليات العسكرية التي يتم الإعلان على إطلاقها لماذا الفاصل الزمني بينهما قليل ولا نعرف النتائج أو ما تحقق من هذه العمليات تحية طيبة لكم في الحقيقة هذه المناطق هي من المناطق الزراعية الممتدة والواسعة وفيها بساتين وبالتالي ممكن أن تكون ملاذ آمن لداعش وهناك خلايا نائمة أيضا ومضافات لداعش بحسب ما علمت من بعض القيادات الأمنية لذلك بين الحين والآخر تنشط حينما يكون هناك فتور لدى القوات الأمنية العراقية في هذه المناطق وتطال عملياتهم كثير من أفراد الجيش والقوات الأمنية العراقية بين الحين والآخر لهذا مع قرب الانتخابات يبدو أن القوات الأمنية بكل صنوفها الآن تحاول أن تنهي هذا الملف في هذه المنطقة لذلك السيد الكاظمي ذهب بنفسه وسيتم فتح مركزان مخافر للشرطة في هذه المنطقة مخافر كبيرة وستضم هذه المخافر مواطنون من أهالي هذه المنطقة كي يساهموا في حماية أنفسهم من خلايا داعش القصة حقيقة هي أن المواطن لا حول ولا قوله إذا لم تكن وجود قوي ومتيل للدولة بما يعزز ثقة المواطن بنفسه لكي يدافع عن أرضه نعرف أن داعش يمتلك سلاح ومدرب على حروب العصابات أما هؤلاء فأغلبهم مزارعين لهذا هذه محاولات للتعزيز القوة المعنوية لدى المواطنين في هذه المنطقة سيد فلاح هناك أكثر من رئيس وأكثر من رئيس وزراء عراقي ظهر وأعلن نهاية أو القضاء التام على داعش يعني ما دابت الحدود السورية العراقية حقيقة مفتوحة وبالتالي نحن أواني مستطرقة ما بين العراق وسوريا لدخول داعش وهناك اختلاف بالأرقام التي يتواجدون لها مثلا هم في تلال حمرين هذه واحدة من محمياتهم المعروفة ولهم قدرة على التسلل عبر هذه الطرق النيسمية والتسلل إلى البساتين لذلك لا أعتقد إذا لم ينتهي ملف الحدود مع سوريا وتم التمكن من السيطرة بشكل كامل على هذه المنطقة ستبقى بين الحين والآخر تظهر مثل هذه الخلايا في أماكن مختلفة من العراق ولاحظتم كان هناك انفجارات حتى في العاصمة بغداد لبعض من تسلل إلى العاصمة بغداد ولكن هناك أيضا من تخوف بعد ما حدث في أفغانستان أن عندما يتم الانسحاب الأمريكي غير المعروف تاريخه أن يحدث ولو نوع من الفوضى فالجيش أو السلطة الحاكمة تريد أن تثبت أو تظهر قوتها إلى أي مدى يمكن أن تتفق مع هذا الرأي يعني الآن حتى المحافظات التي تمكن من السيطرة عليها داعش ما عادت تعبت من هذه الفكرة ولا أعتقد أنهم حتى لديهم ليس لديهم حتى استعداد لقبول وجود هؤلاء وأتصور أن هناك حشود عشائرية تضم هذه المناطق والآن باتت هذه الأشكال لا تستطيع أن تظهر بشكل علني أمام المواطنين سواء في الأنبار في الموصل في صلاح الدين في هذه المناطق ولكن هناك نوع من التسلل في الليل ربما مع فتور أداء القوات الأمنية ربما يتم التسلل تعرف هذه مساحات واسعة والسيطرة عليها تحتاج إلى تعاون من دول جوار العراق وليس العراق فقط نعم إلى أي مدى الحجد الشعبي يشارك في هذه العمليات في الأنبار هناك مسك للحدود بعض مناطق في الحدود موجود الحجد الشعبي وموجود أيضا حشد عشائري من الأنبار من صلاح الدين في هذه العملية في عملية الطارمية يشارك يشارك فيها الحجد الشعبي وقوات أمنية بحسب ما علمت حتى جهاز مكافحة الإرهاب أيضا يشترك في هذه العملية نعم شكرا سيد فلا حدا بالباحث في أشؤون السياسية كنت معنا من العراق موسيقى موسيقى ده مراسل الغد بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارة جوية في قطاع غزة مستهدفة موقعا للفصائل الفلسطينية يأتي هذا بينما اتهم تقرير جديد لمنظمة هومان رايتس ووش إسرائيل بانتهاك قوانين الحرب الدولية خلال غارتها الجوية على قطاع غزة في شهر مايو الماضي ودعت المنظمة الجيش الإسرائيلي إلى تقديم أدلة تبرر تدمير المباني وتشريد مئات الأشخاص في غارات وصفتها المنظمة بأنها غير قانونية وهذا هو ثالث تقرير لهومان رايتس ووش بشأن الحرب في قطاع غزة حيث طبق وأن اتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب أعلنت الحكومة الفلسطينية أنها قررت فرض إجازة بدون راتب للموظفين الذين لم يتلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا وقال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية إن عدم تلقي التطعيم ليست مسألة حرية شخصية حتى لا يتسبب بالضرر بصحة الآخرين ولا سيما الفئات الأولى بالرعاية كالمرضى وكبار السن الذين هم أكثر عرضة للفيروس يأتي هذا بينما سجلت وزارة الصحة في قطاع غزة أول إصابة بسلالة دلت المتحورة منذ أسبوعين والمنحنة الوبائي لفيروس كورونا في قطاع غزة آخذ بالارتفاع زادت أعداد المصابين وحالات الوفاة وسجل اليوم العدد الأكبر منذ ثلاثة أشهر وزارة الصحة الفلسطينية وفي مؤتمر لها أكدت دخول الموجة الثالثة للفيروس ووصفته بالخطير وأن كل الفحوصات التي أجرتها طواقمها تظهر انتشارها وهو ما استدعاها لوقف العمليات غير الطريقة في المستشفيات ووقف الزيارات للمرضى بشكل تام نحن نؤكد اليوم من خلال متابعتنا للحالة الوبائية ونحن الوبائي أن غزة تعيش بالفعل الموجة الثالثة من وباء كوفيد-19 هذه الموجة التي بدأت بالظهور وتسجيل الزيادة كما ذكرنا بعد منتصف شهر يوليو هي متسارعة وبشكل كبير هناك صعود في المنحنة خلال الأسبوع الماضي الارتفاع المتصاعد للأعداد يتزامن مع وضع اقتصادي سيء يحياه سكان القطاع وهو ما دعا وزارة الداخلية لنفي أن يكون لديها توجه باتخاذ إجراءات مشددة كالإغلاقات كما الفترات السابقة بل بالتوعية بضرورة أخذ اللقاح المتوفر في القطاع لا يوجد لدينا أي توجه أو نية بفرض أي إغلاقات هنا في داخل قطاع غزة في هذه المرحلة وستسير كافة مظاهر الحياة على طبيعتها مع اتخاذ الإجراءات الوقائية وبالتالي كل ما يتم الحديث فيه عن وجود إغلاق أو بعض الإشعاعات هي غير صحيحة أكثر من مائة وأربعة وثلاثين ألف شخص في القطاع حصلوا على التطعيمات فيما يعزف الكثيرين عن أخذه وهي معضلة باتت تواجه الجهات المسؤولة بالقطاع لن يحتمل القطاع المزيد من الإجراءات أو التشديد التزام المواطنين بإجراءات السلامة والوقاية سيكون هو الكفيل لمنع التوجه لأي قرارات جديدة محمد دور الغد غزة فلسطين ينضم إلينا من غزة دكتور محمد أبوريا استشاري الصحة العامة وعلم الأوبئة دكتور محمد لماذا يحجم أهالي غزة عن التطعيم بداية أشكر حضرتك أستاذ أحمد وقناة الغد على الصداف الكريمة هذه سؤال مهم وإجابته قد تكون طويل لكن سوف حاول أخصها بداية قطاع غزة المحاصر من سنين عدة ومنظومة صحية متهالكة وإشاعات مترددة في عدة أماكن بوضوف إلى وجود ضعف في الإعلام الحكومي من خلال توجيه الرسائل الواضحة للمواطنين من أهمية أخذ المطعم وفعاليته لأنه في قطاع غزة كما معلوم في تقرير سيادتكم أن الحالات تتزايد فبالتالي كان نوع من العزوف المواطنين لعدم ثقتهم بفعالية ومؤمنية هذا اللقاح تاني إشي وهو المهم نوع التراخي اللي صار في الفترة السابقة أشعر المواطنين بالموضوع بالأمن الزائف بأن الكورونا قد اختفت من قطاع غزة واختفت من العالم لكن نحن نأكد كمتابعين أنه الآن في مرحل المرحل المتقدمة وتصاعد ومحنة وباء في قطاع غزة وهذا يشكل عبء جديد على المنظومة الصحية المتهالكة نعم إلى أي مدى هناك استعدادات لهذه الموجة في المجال الطبي بداية يعني نحن في كل مرحل من مراحل وجود الكوفيد ناينتين من الموجة الأولى في الموجة الثاني الآن وصلنا الموجة الثاني وتم تأكيد على دخول المتحور دلتا سريع الانتشار في قطاع غزة في الآن جهوزية عالية تم رفع حالة التأهب في المستشفيات تم رفع القدرة السريرية تم إعطاء دورات للأطباء والفنيين ورجال الموزارة الصحة على كل ما يتعلق بالكوفيد ناينتين فبالتالي الآن الإجراءات على قدم الوساق فيما يقص الاستعداد لكن المشكلة الأساسية التي يتواجه قطاع غزة في الاستعداد هو عدم وجود مختبر لتحديد نوع الطفرات لأن كل التحليل يتم أخذها للضفة الفلسطينية ثم تتأكد من وجود المتحور أوعاد موجود وهذا بالفعل ما حصل في آخر سبعة وخمسة يام من خلال إرسال بعض العينات للضفة الفلسطينية وتأكد بموجود متحورة دلتا داخل مناطقنا في قطاع غزة هل الإجراءات التي تم الحديث عنها بأن الموظف الذي لم يتم تطعيمه لا يذهب إلى العمل ويكون في أجازة بدون راتب مثل هذه الإجراءات يمكن أن تأتي بنتيجة أخي أحمد يمكن خلينا نوضح أنه في قانون في قانون في النظام الأساسي الفلسطيني اللي هو قانون الصحة العام المادة العاشرة من قانون العشرين إلى سنة 2004 اللي يجب الآن تفعيله من خلال المنظومة التشريعية الفلسطينية إذا كانت في الضفة أو كانت في طاع غزة من خلال ضرورة وإجبار المواطيع لأخذ اللقاح حماية لكل الفئات العمرية اللي تتعرض للخطر أخي كريم أحمد نحن اليوم في قطاع غزة على هذه الحالات بزيد يوميا عندنا بالمئات ومتوقع تصل الحالات خلال نهاية سبول 1500 حالة مع عزوف للمواطنين الأخذ اللقاح فبالتالي نحن الآن في مرحلة خطيرة جدا وتوقعوا كل المواطنين من خلال هذه أنه فيروس كورونا هو عبارة عن ضيف عابر أو حدث موسمي لكن يجب الآن خلق السراتيجية وطويلة الأمد توازن ما بين الصحة والاقتصاد وعدم الذهاب إلى إغلاقات تهدد الوضع الاقتصادي الذي يعاني من نكبات مزيدا فمزيدا في وجود قطاع غزة المحاصر فبالتالي نحن نأكد لكل أخي المستمعين أن قطاع غزة أن على أهبة الاستعداد الدلتة دم دخول قطاع غزة الاستعداد الطبي مع الكادر الموجود بالإضافة إلى كل ما تعلق بالتوعية المجتمعية وتفعيل وتحفيز فئات المجتمع بأخذ هذا اللقاح وهو المخرج الآمن لموضوع كوفيد 19 يعني كل الدول التي ليست من دول المقدمة أو الدول الغنية تبحث عن هذا اللقاح أما غزة فاللقاح موجود ولا يذهب أحد للتطعيم للأسف بأكد كلام حضرتك وبالأرقام هي طبعا مصدرها وزارة الصحة لما تجاوز عدد الأخوة في قطاع غزة المواطنين التي تم أخذهم لللقاح بكل أنواع المتوفرة لا تزيد النسبة عن 10% من سكان قطاع غزة فبالتالي عدد الأخوة تم أخذهم لللقاح كجرعتين لم تجاوز 140 ألف مواطن مقابل 2 مليون ونص مواطن سكان قطاع غزة المحاصر فبالتالي هذه كانت ظاهرة غريبة ظاهرة احتاجت لو لوقفة احتاجت إلى نوع من الفحص والطمحيص من خلال تفعيل الدور الحكومي والوسائل الإعلامية الخاصة بتحفيز المواطنين على أخذ اللقاح يمكن كان في أحد الأسباب الموضوع المؤامرة موضوع عدم مصدقية وفاعلية الكوفيد 19 التراخي من قبل الأجهزة الإعلامية من خلال عدم تصديق الدور محمد لنراجع معك آخر التقارير الطبية التي تتحدث عن مدى فاعلية وأمان اللقاحات بداية كل ما تعلق باللقاحات على ألواح المختلف إذا كان الـ RNA ميسنجر الفايزر موديرنا السرزينك أو حتى السبوتنك بالجرعتين السابقات والسبوتنك لايت والسينوفار كلها أدوية تم التصريح فيها من قبل منظمة الصحة العالمية التي تعتبر هي المظلة الأساسية لتوفير الخدمة لكل مناطق العالم ومن خلال تجمع كوفاكس تم وصول آخر شحدة من اللقاح موديرنا لقطاع غزة فبالتالي اللقاحات آمنة وفعالة وفي عندنا في قطاع غزة نوع من أنواع التميز عن باقي مناطق الجوار أن توفر اللقاح بكل أنواعه حسب الفئات المحتاج إلى وحسب اهتياجهم إلى المغادرة إلى خار القطاع غزة فبالتالي مأمونية وفعالية اللقاح وهو واجب أخذه لكل المواطنين وزي ما كانت حضرتك أنه هو المخرج والأمان الوحيد للخروج من أزمة الكوفيد نايتين عالميا وهذه ليست بدعة فلسطينية غزوية فبالتالي نحن نأكد من خلال شيدكو الكريمة على ضرورة أخذ اللقاح لكل المواطنين لما فيه فائدة وسيطرة على انتشار موضوع الدلتا الذي أكثر سرعة وانتشارا من كل تبعات الكوفيد نايتين إذا مرورا بالألفة بيتا وقامة وصولا للدلتا حاليا فبالتالي الفاعلية عالية والمأمونية عالية حتى الآن بوجود اللقاح الجرعة الواحدة أو الأسترازينك الجرعتين أو حتى السينوفارب هذه كلها أبحاث تم اعتمادها من قبل المنظمة الصحة العالمية وتم الترخيص إلى بيحها وتوريدها لدول الجوار وبالتالي والكل معلوم أنه حاليا في نوع من التصابق ونوع من القرصة العالمية على أخذ اللقاح وتوفيره لبناطقهم وأكبر مثال هذا دولة الجوار دولة إسرائيل من أحد من الدول في العالم اللي قدرت تعمل تغطية كاملة لتقل عن 95% من سكانها أخذوا اللقاح في فيزر والآن هم في المرحلة في الثالثة من إعطاهم للبوستر دوز أو الجرعة الوقائية الثالثة من خلال الفيزر فبالتالي كل الأبحاث العالمية بتؤكد مأمونية وفعالية كل أنواع اللقاحات الموجودة قطاع غزة يجب تفعيل الدور الحكومي والدور الإعلامي من خلال تحفيز الجماهير لأخذ هذا اللقاح ولا يجب بالعادة واللوم وضع المواطن تحت دائرة المعاتبة وعدم القدرة والمواطن فلسطين قطاع غزة مواطن أنهكته الحروب أنهكه الحصار أنهه الوضع الاقتصادي السيء فبالتالي مطلوب تفعيل بطريقة مختلفة والتفكير خارج الصندوق مما يساعد مواطنين على الذهاب اختياريا لأخذ هذا اللقاح وبالتالي وبنأكد أنه ضرورة تفعيل قانون الصحة العامة المادة فينا العاملين في البؤسات الحكومية وغير الحكومية على الأخذ هذا اللقاح طمان لسلامة باقي الـ 2 مليون ونصف مواطن في قطاع غزة شكرا دكتور محمد أبريا استشاري الصحة العامة وعلم الأوبئة كنت معنا من غزة ختام حصاد اليوم من قناة الغد في القاهرة نذكركم بأهم العناوين دول غربية تطلب تمديد عمليات الإجلاء من أفغانستان وواشنطن وطالبان تتمسكان برحيل القوات الأمريكية في موعدها روسيا تعلن قرب التعاقد مع تركيا لإبرامي صفقة شراء جديدة لمنظومة S-400 عملية عراقية لملاحقة فلول داعي الشمالي بغداد هي الثانية خلال أقل من أسبوعين فلسطين تدخل الموجة الرابعة لفيروس كورونا وتسجل أول إصابة بسلالة دلتا في قطاع غزة انتهى حصاد اليوم من قناة الغد إلى اللقاء